بعد مرور أكثر من أربعة أشهر تستمر تداعيات الإعصار دانيال الذي أودى بحياة الآلاف ويستمر مشهد استخراج الجثامين في نكث الجرح الذي استعصى على الالتئام في كل مرة يتم فيها العثور أو التعرف على ضحاياه في آخر إحصائية لها أعلنت هيئة البحث والتعرف على المفقدين أنها استخرجت حتى نهاية يناير الماضي قرابة 2600 جثة من مقابر درنة منها 1739 من مقبرة الظهر الحمر إضافة إلى 862 جثة من مقبرة مرتوبة وبحسب ما صرح به مدير المكتب الإعلامي بالهيئة عبدالعزيز الجعفري للأحرار فإن الهيئة أخذت 8400 عينتين من الجثث قبل إعادة دفنها وتحصلت على 1767 عينة من الأهالي مضيفاً أن عدد الملفات المفتوحة بلغ 2150 ملفاً وأن عدد الجثث المستخرجة من البحر والمباني المهدمة بلغ 235 جثة وتوازياً مع هذه الأرقام بحث كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وفريق الاستجابة والطوارئ الحكومي بحث تقرير البنك الدولي والذي قيم الأضرار والاحتياجات الناجمة عن كارثة الفيضانات حيث وجهت دبيبة فريق الطوارئ بضرورة إعداد موقف حول البيانات المتعلقة بها ومدى تطابقها مع بياناتها ومعلوماتها وتقييماتها التي أعدتها وإحالة تقرير إلى لجنة الاستجابة والطوارئ ملف ضحايا دانيال مازال يفرض نفسه أيضاً على المستوى الأممي حيث ناقشت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت جانيون ناقشت مع محافظ مصر في ليبيا المركزية الصديق الكبير نتائج التقييم السريع للأضرار الناجمة عن العاصفة والاحتياجات التقرير الذي أعده البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والذي نشر أواخر يناير الماضي كان قد أشار إلى وجود أضرار مباشرة لعاصفة دانيال قدرت بمليار وستمائة مليون دولار فيما قدرت الاحتياجات اللازمة لمعالجة هذه الأضرار بمليار وثمانمائة مليون دولار يوماً بعد آخر يزداد وضوحاً حجم الأضرار التي خلفها الإعصار دانيال والذي تم تصنيفه ضمن الأشد بين الأعاصر في آخر مائة عام لتضاف أعباء الكارثة إلى كاهل البلد الذي لا تنقصه الأزمات